نبيل فهمي أود أن أتوقف مع حضرتك عند الجارة ليبيا كونك ليبرالي وكونك تعترض بالآخر كيف كنت تنظر إلى حكم القذافي قبل مقتله؟ باستغراب شديد واستفسرت من الرئيس الراحل عوثي مبارك عن فلسفة موقف مصر من حكم القذافي بالدعلي لأن كل نظرياته كانت نظريات جديدة ومشروعاته كانت دائماً مشروعات غير تقليدية كان ذلك الخاص بالمصارف فلسطيني الإسرائيلي أو خاص بمنظومة الحكم داخل ليبيا النفي للهوية العربية والتركيزية على الهوية الأفريقية وكل هذه المؤمنة قصة في صارت المرة من الرئيس مبارك وذكر لي مقولة أنه هو غريب للطباعة وأهم الشيء تجنب مفاجآت ونحن لا نتدخل في أسئول الداخلية للدولة إذن طالما حمالي حدود الغربية من المشاكل الأمنية أتقبل طباعه الغير تقليدية وتجنب المفاجآت أدعوه إلى زيارة مصر كل شهرين وإذا لم يكن على سعدان الحضور أرسل لي وزيراً أو مبعوثاً للاستماع إلى فالمنظومة اللي بياكت منظومة غريبة وبعد قتل القذافي وبعد داخل الناتو وخلافة الحقيقة لم نجد من نكلمه لم نجد من نحدثه لأنه مش حدش عارض بالزبط من التوئي التوازنات اللي موجودة ومن اللي بتكلم المنظومة كلها غريبة حد ذاتها والموضوع أخذ فترة الحقيقة والموقف المصري في ليبيا لذلك تغير من موقف أمني حاد ما بعد 13 مباشرة لإحماية الحدود دون الدخول في السياسة تركيز على من يحمل الحدود إلى معقف تغير مع العام الماضي بالتحديد إلى خط أحمر مع عمل ديبكماسي مع الأطراف اللي بي المحتاجة والمشور لسه سيطول إنما في رأي أنك توجه سليم على الأقل إنما من السبق الأوانو الاتمئناني وماذا لديه عن إيران وما يحيط بها من مشكلات بالنسبة للعالم العربي؟ لديه قلق من الموقف الإيراني وقلق من الموقف التركي وقلق من الموقف الإسرائيلي مع هذا إيران حتزل معنا تركيا حتزل معنا وسائيا حتزل معنا إذن السؤال ليس في المقاطرة أو عدم المقاطرة السؤال هو كيفية التعامل في رأيي التعامل يجب يكون مباشر بمصرحة كاملة بوضوح رؤية كاملة بطلبات محددة تبدأ بطلبات بنأثقة لضمان مستقية موقف كل منهم في مجاله وكل منهم موقفه مختلف عن الآخر فنبدأ بخطوات تجاه الجانب الإيراني في رأيي خطوات في المجال الأمني بالتحديد بين الأجهزة الأمنية لضمان عالم التدخفش من داخلية للدول وإذا وجدنا رسيل لذلك نبني عليها أمور أخرى بما فيها بما فيها التعامل مع البلنامج النووي والعسكري الإيراني والشركة أوساطية ليس فقط الإيران وحرجع لك نقطة دي سريعة لأنه الدولة الوحيدة اللي عندها سلاح ناوي في الشقل الأوسط إسرائيل حتى قبل إيران البلنامج النووي الإيراني خطر إنما نعود إلى هذا نسي شيء من التركيا تركيا زي إيران أصبح لديها سياسات هيمنية في الشقل الأوسط بفرض نفوس إنما هل ستزول تركيا؟ أنت زول إذن علينا مخاطبة تركيا ومواجهة تركيا والتصدي لتركيا المقطعة ليس في محل أدعو إلى تكوين مجموعة دين أو ثلاثة من الدول العربية لو دين أو ثلاثة لمخاطبة تركيا بإيه الإجراءات المطلوبة كمناء ثقة لحوارات أكثر جدية إيه الإحوارات المطلوبة إيرانية لخطوات أكثر جدية إيه الإسرائيل قال حوار حول التطبيع أو عدم التطبيع يجب ألا ينتهي إلى يعني حوارات عربية عربية في نهاية المطاف الأمور لن تكون طبيعية إلا مع نهاية الاحتلال إذا قررت بعض الدول اتخاذ خطوات قبل ذلك تقرس يجب الدول لما يجب التركيز يكون على من المعتلي من المعتل على الجانب الإسرائيلي نتفق على كيفية إدارة اختلافاتنا ومن ضيعش وقت في ذلك لأنه كل العرب مؤيدين دولة فلسطينية فإذا دخلنا في هذه الحوارات جميعاً ما هو حيأخذ وقت أنا ولا أنا ولا بتاع شعارات ولا بتاع نظريات أنا رجل عملي دخلنا فيها حتماً يجب ننتهي بعد سنين إلى منظومة أمنية جديدة للشيخ الأوسط وقت مش تفق الدفاع مشترك تكلم على إيه اللي مسموح إيه اللي مش مسموح نضبط أنا أسلحة ما نضبطش أنا أسلحة ويجب إنشاء منطقة خلية مسلحة النوية زيها الدمار الشامل وهو يسأل إيصالها من كل دول المنطقة схدود 001 00 00 0 00